طيب مشاعر جديدة الناس اللي مش مرتبطة في مشاعر جديدة شخصي جديد خالص. اوكي? اللي مش مرتبطين. نفس الكاتب ده ظهر في المجموعة الاولى اه انتو لو مرتبطين فبردوك مشاعر جديدة بتحصوها اتجاه بعض. كلام? كويس دي الدم بردو. في توازن اما في حالتك العطفية او في حالتك المزاجية. في حالة توازن. وانت فعلا يا جزي متزن. في عصبية شوية عصبي شوية انما برضو عصبيتك اا يعني منطقية. مش بتعصب بتهور يعني. فانت في حالة توازن. كويس? طاقة ايجابية انا بحيث انه ده حاجة يعني طاقة حلوة جدا. المنظر من حوليك الطاقة من حوليك كويسة مش مش حاسس بحاجة وحشة يعني. طيب. في ذكرت الخسارة. في خسارة المي حتقع. الخسارة دي ما عرفش يمكن يكون الشخص الجديد ده لان انا ما بنليش بعد كده نوايا ايه. وبنلي ده كمان. اا حزن قلم في حاجة مش كويسة. طيب. مش عايزة اخوفكم بس. بس. قللي دلوقتي. وفي حد داخل عليه جديد. يعني بيوط 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 بيوط. مش هقولك طبعا. لا طبعا. شوف. بس. عايزاكو تكونوا حذرين جدا. وما تدوش مشاعر. عشان بس الشواية الحاجات دي. عشان الخسارة دي. عشان متحسش ان انت خسرت لو موضوع قلنك مش. انت تفضل حالة الابتزان بتاعتك. الابتزان بتاعك ما يبطش. خلي قلبك في ايدك. وقلبك في ايدك. اه 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 انا وسهلا. اه وتشوفوا بعض وتعرفوا كل حاجة بس. قلبكو في ايديكو. عشان انا خايفة من الكرت ده. كويس. بالنسبة بقى الموضوع التحول او الحاجة اللي بتتغير جامد في حياتكو دي ان شاء الله هيكون الامفاكت بتاعها او تأثيرها عليك حلو. فيه طاقة دي ده هجيلك. طاقة انتصار. طاقة قوة. قوة اللي هو الهانا ما فيش حاجة بتكسرني. يعني الدنيا كده تتشقل بتتغير زي ما هي عايزة. انا ما بتغيرش. انا ما بتكسرش. ده السيف. ده ايس. ايس اف سورت. ده انا شخص. ما بتكسرش. ويسعى لكده بقى كل اللي احنا سمعنا ده. الخسارة دي لا ما بتكسرش. بتتعون ان شاء الله. اه فيه زعل شوية زعل من الشخص من الحديث ده عايزي ولا يرميني على فكرة. انا ما بتكسرش. يعني خليك من اخر كده جامد. خليك جامد. او خليكي جامد. دي الطاقة انت فيها دلوقت. الحمد لله جاية في وقتها. لو الحجاز دي فعلا صح. فها جاية في وقتها. طيب حلقة سلقرية بسرعة. في هنا اساس لحاجة انتحتتها. يا جدي. كمن. لسه بعد شغل. احتفال. الناس اللي في حالة مستنيين خطوبة. ان شاء الله الخطوبة دي بتتم على خير. او الناس المرتبطين فيمكن يكون اجازة او احتفال بشيء. في عملية تحولها بتحصل. موت للشيء ويحل محله شيء تاني. هروب افتكر هيحصل بعد المرحلة دي من التحول ده هتبقى محتاج تهرب. مش عايز تواجه. تشخص جديد هيحاول يقرب منك. للناس السنجل. الناس اللي مرتبطين. فهم برضو حاسين من مشاعر جديدة نحو شركهم. انت في حالة توازن عطفي وزهني ومزاجي وحاجة حلوة جدا يا جدي. انجوي. بس هنا زي ما برضو الكارت ده تكرر برضو في المجموعة الاولى في حالة مصابرة. انت شغال على حاجة. عايز تكملها. وده السيز اللي تركز عليه دلوقت. يعني سيبك بقى لو الخسارة هتقع ان شاء الله تجيب حاجة تفحة يعني وتروح لحالها. خليك انت زي ما انت كده الفارس. شايفين ركض حصانه ازاي. متحصن وجاهز للقتال. ما عنده مشاكل خاص. زي ما قلنا الشخص الجديد. لو فيه حد جديد فعلا هيتقرب منك يا جديد. خد حضرك. دي قراءة المجموعة الثالثة. دي برج الجديد. انا مش متابعة الاخبار. فيعني قولي لي ايه اخبار القراءة معك الشهر ده. ده له موجود يا حياة في الصفحة. الجوزاء قريب جدا يا ليس حاضر. اه الثور متقال يا كنزة موجود في الصفحة مسجل. حكرييني شو دي برج الجديد. حبيبي المسباح خليفة انت مش عامل منشن انت كتب الاسم بس انا مش شايفة منشن. كده مش هتيدي بعت لها مسي مش طيب. كده مكورة بغاية ده قدي صح. مسيح سما. شكورة حال لا 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 بوسي يا انا نيرمو. هو مش وجع. لا بالعكسا عامل اقول بقوة وطاقة وحاجات حلوة جدا. اه. في حمالية تحول بقول لك في حاجة عم تتغير. في حاجة عم تتغير. اه. وزي ما قلتها في خطوبة لبنات اللي لسه يعني دخينها على خطوبة وفي احتفال وحاجات حلوة. يعني مستحيل تبقى الكراءة كلها حلوة يعني. لازم حيبقى في شوية حاجات كده مش ظريفة. محدش يخاف. يا جماعة. اه يعني اعتبروا ان الموضوع اللعبة. محدش ياخد الموضوع بجزء. لا يا صفية. محدش خاف. خبتوا من ايه بس انا مش فاهمت خبتوا من ايه. ان شاء الله خير. ان شاء الله خير. احنا يعني نتوقع دائما الخير. وان شاء الله ربناي بعد الخير. مديروش من حاجة. طب يعني بعد كلا ما اقولش رجل الكروت الوحشة ما اقولهاش اسكت. يعني زل انتوا عايزين يعملوا اسكت. اه تفضل كل الناس خافت ايه. بشكرك يا محمد. طب خلص مش هقولوكو الحاجات الوحشة تاني. بشكرك يا عبدالخدر جدا. تيجي نتدوز لأ. طب بعنا هنا لعبدالخدر تعالى. لك. اه هاتا تقطيع القلب وفرة بحال دليل. مش عارف اقولك يا مناقصة. يعني مش ناخد حضارنا طيب. مش ناخد حضارنا احسن. طيب اتمنى نشوفها بعد اللايب يروح. طيب خيان نشوف المجموعة الثالثة. وكتبوا لي بقى عايزين يقول الكروت الوحشة ولا لأ. عشان مش عايزة حد يخاف وحد يزعل. بليز. يعني نعمل بووتين كده. بليز الادمانز اللي موجودين راشد واحمد. قلوا لي كده شايفين ايه. لو عايزيني ما اقولش الكروت الوحشة مش حاول. يعني اغمرتي حبيبتي. تتا تتا تتا. ما حصلت حاضر. لا يا اميرة طبعا مش حاولها يموت. ايه الكلام ده. يا بنتي يموت للشيء. الشيء. يعني ممكن نفقد حد. ممكن احساس جوانا يموت. يموت ده لي اشكال كتير جدا. بس هيحل محله شيء ده. مش موتكو انتو طبعا. ياريتني ما قلت. طيب تعالوا طبعا نشوف الحالة العطفية. طيب الجادي عايز ايه? الجادي متقلم يا جماعة منه منتقلة الكروت ان شريك الجادي اااااااااااااااااااااااااااااااااااا امش شخص عاطفي اوكي. شخص جادي شخص عاملي. هو هو كده. مع وبالتالي بان الموضوع ده خلص طاقته مش حاسس بمشاعر مش حاسس باهتمام شيء من هذا القبيل شايف شريكه ازاي شايفه اما انه هو عنده سر او انه هو شخص متدين جدا كويس الشريك عايز ايه؟ الشريك عايز يتدين اكتر ووضح ان هو متدين سعلا عايز يتدين اكتر عايز يقرب من رجلنا اكتر ويقوم بعباداته اكتر واكتر نفسه في ايه؟ شكله مستني فلوس او مكافأة اقول مستني فلوس من حد مستني مكافأة ما هو واضح ان هو فعلا تذكيره كله دين مادة يعني اوكي دي الحالة بتاعت شريك تعمل بس هو شايفك ازاي بقى شايفت عشرة طويلة او حد قويس منه بيدن ويعوفه من زمان وما بيشوفش منك بكل خير الطاقة ما بينكم فيها جمود فعلا هي الطاقة جامدة واضح ان الشريك شخص ام يعني مش مارن مش شخص عاطفي مش هو مانا عملي اكتر شخص عملي اكتر طيب الفترة دي في شوية اضطرابات اضطرابات نفسية على اضطرابات ذهنية انه مش حل بس في حاجة هتحصل يعني الكارثة ده للناس اللي علاقتهم موصلتش للجواز ده اتمام زواج الناس متجوزين ده حمص اوكي اللي لزولة ده ويعني عندهم مولاد وخلاص مش هجيبه لتاني فلا كثير طباط قوي انتو حبوك ويمكن مش واخد شكل الرومانسي اللي كان الجاذب يتمنى او المعاملة اللي هو كان نفسه يتعملها لكن حبوك وغير مشروف يعني مش لازم يعمل لي كذا عشان احبه فاهمين قصدي ايا كان شكلك ايا كان طبعا فشريكك تيحبك فده حب غير مشروف حاجة حلوة جدا بس انا عايزة الجاذب او شريكه ايا كان اللي عنده شخص قريب منه هذا البورس ده او الكائن حلية صغيرة دي شخص قريب منك وبينصحق مصائح هدامة هدامة واحنا عاكين طبعا ان شاء المصائح دي ممكن يبقى شكلها يعمل ازاي او بيعملك كده ليه او بيعمل كده ليه هولينش بيعملك كذا هي زي ما بتعملكش كذا الكلام بقى اللي بيقوم الدنيا ما بيقعد هاش ده فانتبهوا للشخص اللي جنبكم ده اللي عمل ايه اشتركوا في القناة